لم تتغير خطوط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا إلا قليلا منذ بداية العام الحالي لكن من أحرز مكاسب أكبر من الآخر في وقت يبدو تحقيق أي اختراق يذكر أكثر صعوبة من أي وقت مضى أوكرانيا من جهتها حققت مكاسب ضئيلة للغاية في هجومها المضاد يمكن أن نراها هنا بعدما جعلت حقول الألغام والتحصينات الروسية الكثيفة كل هجوم مكلفا للغاية بالنسبة لكييف وفق معها الدراسة الحرب أما روسيا من جهتها فحققت مكاسب أكبر من المكاسب الأوكرانية رغم فشلها بالسيطرة بشكل كامل على إقليم دونباس وبعد تسعة أشهر من المعارك الدموية نحصرت مساحة تغيير النفوذ بنحو 1295 كم مربع من الأراضي منذ بداية العام بدأ الجانبان العام بطموحات كبيرة هدف روسيا كان السيطرة بشكل كامل على إقليم دونباس شرق البلاد وهدف أوكرانيا خرق الدفاعات الروسية في الجنوب لكن أي من الهدفين لم يتحقق بشكل كامل يمكننا أن نرى على هذه الخريطة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا وهنا الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا قبل عام 2023 كانت مساحة تغيير النفوذ كبيرة والمكاسب الروسية كبيرة جدا مع بداية الحرب في أوكرانيا ولكن بعد بداية عام 2023 أصبحت مساحة تغيير النفوذ ضيقة يمكننا أن نرى هنا بدء الهجوم الأوكراني في شهر يونيو من عام 2023 والمكاسب الضئيلة التي تم تحقيقها وشهر أغسطس من عام 2023 كان فيه التقدم هو الأبطأ على الإطلاق على خط الجبهة واجه الهجوم المضاد الأوكراني كما هو معروف صعوبات في المضي قدما عبر الحقول المفتوحة في الجنوب ومئات الأميال من التحصينات والخنادق المضادة للدبابات التي بنتها روسيا في الشتاء الماضي لإبطاء حركة المدرعات الأوكرانية وإجبارها على اتخاذ مواقع يمكن استهدافها فيها بسهولة أكبر إذا ما أردنا أن نقارن مكاسب الجانبين تكون روسيا قد سيطرت على 486 كم مربع منذ بداية عام 2023 مقارنة ب370 كم مربع لأوكرانيا لكن هذه المساحة تبقى محدودة وأقل حتى من مساحة العاصمة الأوكرانية كييف وبذلك تكون المحصلة على الشكل التالي كانت روسيا تسيطر على 7% من الأراضي قبل عام 2022 في 2022 سيطرت روسيا على 10.9% من الأراضي ولكن منذ بداية يناير 2023 هذه النسبة انخفضت إلى 0.08% وفق معها الدراسات الحرب فإن عدد القوات الروسية يفوق عدد القوات الأوكرانية نتحدث عن ثلاثة جنود روس مقابل جندي أوكراني واحد في ساحات المعركة إضافة إلى عدد أكبر من جنود الاحتياط مما يصب في مصلحة روسيا تحديدا لجهة الدفاع على المدى الطويل خلو سامعها الدراسة الحرب إلى أن التباطئ في المعارك يأتي مصحوبا بمخاطر كبيرة فيما يتعلق بإضعاف الدعم الغربي لأوكرانيا باعتبار أن الأشهر المقبلة لم تكن أكثر سهولة مع اقتراب فصل الشتاء والتحديات التي يفرضها ذلك تحديدا على استخدام المركبات الثقيلة مثل دبابات أبرمز الأمريكية التي وصلت حديثا ودبابات تشالينجر التي قدمتها بريطانيا ترجمة نانسي قنقر